أهلا وسهلا بكم أصدقاء متابعي قناة المجتمع الكنسي خبر حزين جدا اليوم وسبب ألم شديد لكثيرين حصل حادث مؤسف جدا النهاردة حيث رقد على رجاء القيامة أجمل قادة مجموعة كشفية في كنيسة الملاك غبريال بحارة السقايين بميدان عبدين بالقاهرة وذلك نتيجة حادث أليم وهم بيقدموا ربنا ومجموعتهم الكشفية حيث يضحوا بنفسهم علشان يفادوا طفل جرى من أهله في وسط الطريق هنيئا لكم معسكر الراحة والسرور أحباءنا الجالين على قلوبنا القادة بكشافة وادي النيل وهم القائد رماريو سامير قائد المجموعة الرابعة والقائد يوسف نبيل مساعد قائد الفرقة والقائد جورج ناجي ونصلي كتير من أجل القائد باتريك جورج لأنه حاليا في المستشفى بيعاني من إصابة نصلي من أجل راحة ونياح كل النفوس اللي انتقلت ومن أجل كل أحباءنا ومن أجل عائلتهم ومن أجل الأسرة الكشفية نصلي من أجل جميع أن يعطي الله العزاء للكل آمين